مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية مستمعنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتورة وبخاصة سلوك القيادة الفعال وتخصصها في التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل أو ما يعرف في العالم بليدرشب أن تيم كوتشينج حياك الله دكتورة غادة أهلا وسهلا عبدالعزيز أهلا وسهلا فيك دكتورة غادة اليوم بنستكمل موضوع الثقافة النسائية ولكن حنطرح شوي من زاوية مختلفة ودي بحلقة اليوم أن نطرح من جانب التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل نتحدثنا بشكل من أشكال التوسع عن التحدي الأول وهو تحدي الثقافة الذكورية اليوم نكمل حوار في هذا المجال ولكن أخذها من الزاوية الثانية زاوية الثقافة النسائية نعم خليني أبدأ معك مباشرة بالسؤال لماذا تشكل هذه الثقافة النسائية تحدي للمرأة في بيئة العمل أعرف لما انت هاجم الأجسام المناعية نفسها في الجسم الجهاز المناعي يهاجم ذلك وعندما يملك الجسم خلايا مناعية أكثر من اللازم ممكن هذا يعني تمثيل بسيط لما يحدث في الثقافة النسائية تتدفق السيدات الآن إلى بيئة العمل بثقافتهم النسائية اللي حددنا معالمها مسبقاً وسماتها قد لا يكون هناك تخطيط مسبق لهذا التدفق وأتكلم عن المنظمات كل واحدة على حدة والقطاعات وبدون إعداد كامل للاتفاقيات الأخلاقية المسبقة التي تحكم علاقة المرأة بالرجل وعلاقتها بغيرها من النساء في بيئة العمل تشكل المرأة تحدي للمرأة في بيئة العمل في سمات معينة تكلمنا أنها مسبقاً يتم تفعيلها تلقائياً بمجرد اجتماع السيدات ببعضهم وهذا قد لا تشعر به المرأة إلا بعد فترة أو تشعر به ويأتيني سيدات من عميلاتي موظفات في بيئة العمل يعني تقول لي أنا ما عندي مشكلة مع رئيسي أنا مشكلتي مع زميلتي أو مشكلتي مع رئيستي السيدة فهنا تجي تدرك لما تسمع لهم وتسمع لمشكلاتهم تدرك أنه في سمات ثقافية معينة موجودة والمضحك أن الرجل يراها بوضوح ويشير إليها يعني أنا جوني رجال أيضاً في الكوتشينج سيشنز يتكلموا عن مشكلتها أنهم الاثنين ممتفقين مع بعض يعني أنا ما أعرف كيف أخليها تنتظم مع زميلتها في فريق العمل يعني فيه منافسة عالية بينهم فيه كذا فيه كذا أعرف كيف ويبدأ يشتكي من هذه العلاقة اللي ممكن تكون حلها بسيط جداً نوع من الوعي عند السيدات يصحح هذا المسار وطبعاً زي ما ذكرت أهم حاجة الموارد البشرية خلينا أن نشير إلى هذه التحديات بشكل واضح كده وشكل يتحدى المستمعين والمستمعات يعني إحنا في الثقافة الفردية النسائية بعيدة عن بيئة العمل تتنافس السيدات في المظهر في السيارة في البرانتز في المكان الاجتماعي مين متزوجة مين وأولادها وصلوا لمراحل دراسية وتشعر بالتنافس والتباهي في هذه البيئة الثقافية النسائية داخل البيوت وتختفي التنافسية بينهم في ظل وجود عامل الأمان والثقة والاعتراف من قبل كل واحدة للأخرى ترانية كويسة طبعاً هذه يجي بعد فترة من العلاقة لكن يظل في حذر يظل في خوف تظل المرأة خاف من المرأة زميلتها أنها تأخذ زوجها عليها خاصة إذا كانت الزميلة غير متزوجة هذا موجود في مجتمعنا كلنا عارفينه سيداتي اللي بيسمعوني الآن ما ينكروا موجود عند المرأة العربية والمرأة عموماً في العالم لكن العربية بشكل أقوى بسبب المواقف اللي بتحصل لتعزز هذا الجانب وهي كلها سلسلة تعزز بعضها البعض ما لم يتم غرس الثقة والاعتراف الاعتراف مهم إيش هو الاعتراف؟ الاعتراف في المساحة الآمنة ترى أنا حاسس بالخوف وحاسس بالتهديد وحاسس أنه أنا مو مرتاح في مكاني فهل أنت ستتقبل الطرف الآخر إحساسي هذا وكيف ردك عليه؟ فتقول لي أبداً أنا ما خطر ببالي الموضوع ده أنت بالنسبة لي زميلتي ولا يمكن أفكر فيك إلا كأخت هنا تبدأ الثقة تنمو ويروح الإحساس بالتهديد والخوف منك أنت كرجل إذا كان أنا حاسة أنك أنت تتعدى حدودك فلازم أكون معاك صريحة وانت تكون معايا صريح وخلاص وينتهي الموضوع يعني أنت تقتلحين دكتورة أنه نفس الزميلة تتواصل مع زميلها وتعرض شعور الخوف كما هو السواء كان هو بادر أو هي بادرة نتكلم عنه ونزيله وإذا كان في خاطرك شيء ترى أنا أحب أعرفه وفعلا أنا جواني برضو سيدات علاقات عاطفية تنشأ في بيئة العمل وهذا طبيعي طيب طبيعي أنه الرجل ينجاذب للمرأة والمرأة ينجاذب للرجل وخاصا إذا كان كلاهما متاح وموجود لكن لا بد يكون في صراحة ووضوحي يعني ما نجلس في بيئة العمل وإحنا كل واحد بيراقبة تانية ترى يصلح لي ترى أنا يعني بفكر فيك وأنا بفكر فيك بس انتهى الموضوع نيجي بعد كده هل أنت بوتينشل ليه ولا أنا بوتينشل لك ولا بصراحة أنا ما بفكر فيك اطلاقا وآخر شيء خلاص أكثر عليه الباب انتهى اللي كنت أبغى أقوله من البداية أنه عملية الاعتراف بوجود مشاعر معينة أو وجود مخاوف أو وجود تصورات معينة ونضعها في مساحة الحوار في بيئة العمل يسمح لهذه التصورات بأن يتم تصحيحها المشاعر بأنها تختفي خلاص وتروح في مكانها الصحيح ويسمح لنا بالتفاعل الصحيح بدون يعني افتراضات مسبقة عن الآخر ويسمح لنا بالقيادة قيادة الآخر قيادة فريق العمل بسهولة من غير ما نخاف نقول كلمة وتنفهم غلط أو نتحرك حركة والحركة دي تتفهم على إنها مقصودة لهذا الشخص أو غير مقصودة له فالتغلب على المشاكل اللي في الثقافة النسائية لابد إن إحنا نضعها على الطاولة ونتحدث عنها وخلاص وما نخاف ما نخاف إن إحنا هيأثر على ترقيتنا على علاقتنا وهذا يجي دور القيادة يعني واحد من الأشخاص يملك أسلحة في العمل قد يخاف الشخص الآخر يتكلم إنه الشخص هذا يطلع أسلحته ويستخدمها ضده منها يعني من الأشياء اللي جاتني قبل كده عملية الترقية أو تقييم الأداء يعني إذا أنت علاقتك برئيسك سيئة يعني أنا سمعت هذه الأشياء بين الرجال فما بالك بين النساء ما بالك بين المرأة والرجل يعني ممكن فعلا إنها تنتقل إلى بيئة العمل طيب ليش إحنا نتركها عائمة في الأجواء وما نضعها أمام الطاولة ونتكلم عنها هل أدائي هل علاقتي بيك الآن هتأثر على أدائي ترى أنا شائر إنه لنا فترة علاقتنا ببعض ما هي يعني سهلة عبارة عن وعرة فكيف ممكن نضعها ونشرحها ونحسنها حتى يكون وما تأثر على العمل بشكل أو بآخر جميل هذه نقطة جدا مهمة طيب دكتورة خلينا يعني أجل نلخص هذه العلاقة أنه العلاقة النسائية في ذاتها ذات سمة يعني ذات سمة تنافسية حالية وأيضا يظهر فيها قضية التباهي بالمظهر والمكانة إلى آخر إلا في حالة وجود الثقة لدى هذه المرأة والاعتراف من خلال الاعتراف الاعتراف الاكناوليجمنت أيوه يعني نشيل الشيطة اللي بيننا خلاص نحطه أمونا ونتعامل معه نعم جميل طيب دكتورة خلينا أيضا نلخص وجود الرجل بشكل عام ووجودك عامل ضغط نعم في مظهر المرأة وفي أداءها وفي شكلها هل ممكن هذا الأمر يحصل ولا فقط هو يحصل بين السيدات ومنطلق ثقافة نسائية يعني المرأة التي تعاني من نقص الاعتراف بها وبذاتها في مراحل نموها وتربيتها كطفلة كمراهقة من قبل الأب ستسعى دوما لأب في حياتها قد يتمثل في شكل رئيسها في الأمل قد يتمثل في شكل قائد إلا إذا كان عندها الوعي الكافي للتغلب على هذه النقطة بنفسها يعني ممكن تبحث عن الشخص اللي يأتيها تعزيز إيجابي يمكن ما يكون عاطفة وحب زي ما الراجل ممكن يفهمها يمكن هي فقط تبغى يعني نوع من الاعتراف بوجودها بكيانها بشخصيتها بمقدراتها بجداراتها والرجل يفهم كل محاولاتها هذه في الحصول على هذا الاعتراف على إنها محاولات للتقرب منه وإن هي تبحث عن زوج وإن تبحث تلاقيها هي صغيرة في السن في العشرينات وهو في الخمسينات هو فهمها غلط البنت خارجة من بيت أبوها ما أخذت الاهتمام لا من الأم ولا من الأب ولا من المدرسة ولا من الأحد في العالم وهي تبحث أنها تشعر بذاتها وقد يكون نفس الشيء عند الرجل هو يفتقر لنوع من الاعتراف في علاقته الأسرية بزوجته في بيئته الخاصة فيه في المنزل ولقى هذه المرأة اللي هي تعترف به ويمكن هي قصدها أنها تمتح رئيسها علشان تأخذ مكانه عنده علشان العمل يمشي طيب دكتورة خلينا نأخذ الموضوع من زاوية ثانية وهي أيضا يعني ما زلنا في ذاتها للسياق ولكن نأخذها من زاوية يمكن لمسناها في الحلقة الماضية ولكن نأكدها في حلقة اليوم وثقافة العمل ووجود الثقافة الأجنبية داخل بيئة العمل كيف تتعامل المرأة اليوم نتكلم تحديدا عن المرأة الشرقية نعم مع هذه الثقافة الأجنبية منطلقها منطلق بيئة محافظة وهي متوجهة لبيئة عمل في جزء من زملائها يعني مثل ما تفضلت في الحلقة السابقة هم أبناء البيئة هذه فيفهمونها ويتعاملوا معها بطريقة معينة ولكن في زملاء آخرين من بيئات مختلفة نعم كيفية التعامل والاندماج في هذه المواقف وهذه البيئة بشكل عام جميل يعني احنا قلنا التحدي الثالث هو وجود الثقافة الأجنبية في بيئة العمل في أحيان يكون هذا التحدي هو الذي يحدث التوازن بين ثقافة المرأة العربية والرجل العربي لو كان هذا الرجل جاي من ثقافة غربية أنجلوساكسونية نوردية من الشمال من أوروبا الشمالية تجد هذا الرجل في ثقافته احترام شديد للمرأة كإنسان قائم بذاته يملك مهارات وما ينظل لها أبدا النظر الغلط لأنه كمان تم تحذيره ترى قبل ما ييجي عندنا البلد ويشتغل جلسوا باعه وقالولوا البرايفسي والكونفيدنشوالتي والعلاقات الإنسانية هناك جدا حساسة لا تمود يدك تصافح وحدة بالغلط ألين هي اللي تمود يدها لا تنظر في عينها ألين هي تنظر في عين ترى هذه موجودة احنا بندرب intercultural training فهو فاهم الآن حدوده وجاي كده محترم وبتعامل معها بكل احترام وإعتراف وثقة هنا تجد المرأة العربية السعودية الخليجية تنطلق وما تشعر بالتهديد وتستفيد من العلاقة هذه استفادة عالية جدا وتتفاعل معاه بشكل راقي الشي اللي ما يحصل بينها وبين زميلها السعودي أو الخليجي أنا دائما أقول الخليجي لأن أنا بخاطب بالبودكاست هذا العرب كلهم وهنا نيجي هل هو تهديد بالنسبة لها ممكن يكون تهديد وأنا حصل معايا في أحد عميلاتي في السابق جاءتني وقالتلي إحنا فريق عمل اشتغلنا رجال وسيدات شباب كلهم شباب مع فريق عمل بريطاني وكانت الشركة البريطانية مسؤولة عن المنظمة عدد من السنوات وصنعت الأنظمة والإجراءات وكانت يعني عملت عمل جبار لما جاء قرار من مجلس الإدارة بموضوع انسحاب المنظمة خلاص انتهت مهمتها وتعاقدها وما سنجدد التعاقد معكم خلاص الآن انتوا ثووا هاند اوفر للفريق المحلي الفريق البريطاني حيفقد حيفقد دخل حيفقد التذاكرة المجانية الإعلاج المجاني حيروح يعيش في الفقر البريطاني من جديد فطبعا صار في تهديد شخصي هذا فريق العمل البريطاني اللي شعر بالتهديد بدأ ياخد المعلومات ويخبيها ويعطي فقط للفريق المحلي شيء اللي بس يمشي حاله يعني يسكته وخرجوا ومعاهم كل شيء ما في بيانات في الكمبيوترات ما في كذا ما في كذا فالفريق المحلي عانى كثير حشان يعيد ترتيب المنظمة من جديد فهنا تيجي تهديد اللي ممكن يحصل على المرأة ان هي تكون شغالة في فريق زي كده وما يديها كل شيء وهذا ترى يعني احد مشاكل الثقافة الواردة الغربية انهم الحلول اللي يعطوك هي ما يقول لك يفوصل لها يديك هي ويقول لك يلا هذا هو موديل طبقه وهو يعتبر انه احنا يعني لسه ما وصلنا الى قدرة للتنفيذ بل الآن الامور اتغيرت واحنا نقدر بنفسنا كمستشارين نوجد احنا بديهم الحلول الآن مو ما بدون هي لكن عندنا ثقافات اخرى مثل انت الثقافة الاسيوية الثقافة العربية نفسها الاخرى فهنا تيجي المرأة الخليجية احيانا يصدر منها عن جهية تحمل ثقافة ثقافة الرجل العربي والعنصرية تظهر ويظهر يعني تفاخرها على المرأة الاخرى العربية اللي تكون مسلمة زيها وندلها في ثقافتها لكن لهجتها مختلفة بلدها مختلفة اجنبية مغتربة تتعامل معاها بشكل سطحي وهذه كلها يعني خطورات تؤدي الى مشاكل في العمل في بيئة العمل نفس الشيء اذا كان رجل اجنبي هندي باكستاني صيني ايا كان جنسيته التعامل معاه لابد يكون على قدم المساواة وقدم حقوق الانسان وما نشعر بالتهديد انه هو والله يعني لانه ممكن يتميز ممكن هو اصلا ما دخل البلد الا عنده تميز في شيء احنا مو موجود عندنا ولا ما كان توظف معناته انه ممكن يكون رئيسها وهي يعني يمكن تحمل هذه الثقافة لتأبى انه شخص يعني مشكلة العنصرية في مجتمعاتنا ثقافتنا الاجتماعية احنا بنحاول نقضي عليها بشكل كبير فهنا نيجي نكون عندنا الوعي الذاتي انه ممكن هذه تخرب علاقاتنا في العمل وفي فريق العمل بالذات على التحديات الآن انا حطيتها امامك جميل جدا يعني حديثك ممتع في هذه التحديات ويمكن الجانب الملفت فيها هذه الشواهد احنا يعني نلامس هالتحديات وانا متأكد يعني شريحة كبيرة من المستمعين والمستمعات يلامسونها بشكل يومي في بيئات عملهم وان شاء الله تكون هالحلقات يعني نبراس لهم في معرفة الطريق للتعامل مع هذه الاختلافات وهذه التحديات المختلفة احنا ما بقيا لنا دكتورة لانه يعني نشكرك شكر جزيل على سلاسة حديثك وعلى طرحك الجميل والممتع وقليني قبل ما اختم الحلقة اأكد على جميع المستمعين والمستمعات انه هذه الحلقات اصبحت تبنى من خلال تفاعلكم من خلال تعليقاتكم واسئلتكم لذلك نسعد والدكتورة غادة يعني تسعد دائما وابدا باستقبال اسئلتكم حول القيادة التنظيمية وقيادة فرق العمل في موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com وهو ايضا الموقع الموجود في الوصف الخاص في هذه الحلقة في الختام تقبلوا اطيب التحايا مني انا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقي على خير في امان الله استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة الى ان نلقاكم مجددا